لا يزال ملف سقطرة هو الحاضر الأبرز في اللحظة اليمنية الراهنة ويتوسع الحضور من الرأي العام الدولي وصولاً إلى الحكومات التي أفصحت عن موقفها إزاء ما يحدث في سقطرة آخرها موقف الخارجية الأمريكية الذي كان حاسماً بخصوص السيادة اليمنية على الجزيرة الحكومة اليمنية لا تزال في سقطرة حاضرة بين الناس ويظهر رئيس الحكومة وهو يؤدي الرقصة السقطرية في لحظة تتخللها أهازيج من تراث الجزيرة التي تتضمن جملاً ترحيبية وهي رقصة مشهورة ذات إيقاع سريع يتم فيها الرقص ورفع العصى على إيقاع صوتي جماعي تحمل الرقصة دلالة سياسية أكثر من كونها فنية خصوصاً وأن الذهاب إلى سقطرة والبقاء فيها من قبل الحكومة جاء بغرض وضع حد للوجود العسكري الإماراتي في الجزيرة على إثر السيطرة العسكرية على المطار والميناء وترد موظفهما في احتلال متكامل الأركان موقف الإدارة الأمريكية بخصوص سقطرة جاء على لسان هيدر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية والتي أكدت أن بلادها تتابع عن كثب الأوضاع في جزيرة سقطرة لفتة إلى مشاركة بلادها لجميع الأطراف بغرض تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه بيان الخارجية الأمريكية أوضح أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرة اليمنية وتشارك مع جميع الأطراف بغرض تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه وكذلك للتجديد على الحاجة إلى تخفيف التصعيد وإجراء الحوار وتابعت صنفت اليونيسكو أرخبيل سقطرة كموقع للتراث العالمي سبقاً عانى الشعب اليمني وتراثه الثقافي والطبيعي الفريد من نوعه بشكل لا يوصف نتيجة للنزاع المستمر في اليمن وفي إشارة للعملية السياسية قالت متحدثة الخارجية الأمريكية الحوار السياسي ضروري لحكومة الجمهورية اليمنية لضمان سلامة سكانها وأمنهم في سقطرة وفي سائر أنحاء البلاد ترجمة نانسي قنقر